موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية من قناة الأخبار المغربية امفاندكات تم بمكناس التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز تعاون في القطاع الفلاحي والتنمية القروية بين المغرب والمملكة المتحدة وتتضمن مذكرة تفاهم هاته الإرادة المشتركة للتعاون في مجال البحث العلمي والصمود في مواجهة التغير المناخي وتعزيز القدرة على الابتكار الفلاحي وفي مداخلة له خلال المنتدى أشهد السيد صديقي بالمجازات المحاققة على مستوى التعاون الثنائي في تسويق المنتجات الفلاحية بين المغرب والمملكة المتحدة معربا عن الإرادة المشتركة بين الطرفين من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم هاته لتعزيز تعاون التقني والفلاحي تم يوم أمس بإكس دون بخوفانس في فرنسا تسليط الضوء على مظاهر تقدم المحرزة من طرف المغرب في مجال التطوير الطاقات المتجددة لا سيما الهيدروجين الأخضر وذلك خلال الدورة الثلاثة عشرة من الموائد المستديرة لأغبوا والمتوسط التي تعد منصة للتبادل المباشر بين العلماء والعموم وفي مداخلة له خلال افتتاح هذه الدورة الثلاثة عشرة صلت مدير جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بفرنسا فهد بن كيران الضوء على السياسات الرائدة للمملكة في مجال تطوير البنيات التحتية المخصصة للطاقة المستدامة والتي تساهم في الرفع من الإنتاج وتعزز جهود مكافحة الأزمة المناخية وأشار في هذا الصدد إلى مركب نور وارزازات المشروع الرائد للطاقة الشمسية المنجز في إطار الاستراتيجية الطاقية المغربية مسجلا أن هذا المشروع يضم واحدة من بين أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم أبرمت ماستر كارد وشركة إيجابي لحلول نظم المصرفية اتفاقية تعاون من أجل توصيع نطاق ولوج المؤسسات المالية وشركاء غير التقليديين إلى خدمات التمويل المدمج والإقراض الرقمي الجديدة في كافة أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق أوروبا وأبرزت ماستر كارد في بلاغ أن التمويل المدمج يمكن المستهلكين من الولوج إلى خدمات المالية حتى عند استخدام منصات أو أدوات غير مالية وستعمل ماستر كارد من خلال هذه الشراكة على تفعيل وتعزيز إمكانات وأصول الإقراض الرقمية لدى شركة إيجابي بهدف تقديم عروض إقراض شاملة للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية مع تقديم المزيد من الدعم من خلال توفير منتجات برنامج ديجيتال فورست من ماستر كارد المصدرين الراغبين في دخول عالم الإقراض الرقمي تراجع الدولار مقابل معظم العمولات الرئيسية اليوم بعد أن فتح مجلس الاحتياطية الاتحادي الباب أمام تواقف مؤقت لدورة تجديد النقدي الحاد على الرغم من أن الأسواق تعرضت لصدمة بسبب الإحجم عن المخاطرة وسط تراجع في أسهم البنوك الأمريكية ورفع مجلس الاحتياطي يوم أمس سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا وخفف في الوقت نفسه من لهجته في بيان سياسته النقدية بعد أن كان يقول إنه يتوقع الحاجة إلى مزيد من الزيادات في الأسعار صعدت أسعار الذهب لتقترب من المستويات المرتفعة على نحو قياسينا اليوم بعدما رفع مجلس الاحتياطية الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وألمحة إلى أنه قد يحجم عن المزيد من الرفع للفائدة وصعدت الدهب في المعاملات الفورية بـ 0.8% إلى 2055.54 دولار للأوقية وارتفعت العقود الأمريكية الآجرة للدهب بـ 1.3% إلى 2063.20 دولار للأوقية نهاية النشر الاقتصادية لهذا اليوم نلتقي بعد قليل في موجز لأهم الأنباء إلى لقى